تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 147 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 93 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 16 طن ونصف الطن من الأسمنت أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 37 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 715 قضية من بينها 75 قضية خبز ناقص الوزن و81 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 34 طن أقماح محلية